تفتولي جيدا يعني ان الادلة كانت وان ظهور الادلة كانت بنحو لا تسمح بالجزم بردها ونفيها نعم لم يختره كخول ولكنه احتمله كاحتمال مقبول بل ان الصاحب الجواهر لهذه الروايات ولهذه التعابير لي وحقي وخففت وفعلت وأوجبت وغيرها يقول لو لا مخافة كذا وكذا لقلنا كل الخمس بهذا الطريق مو فقط ماذا خمس ارباح المكاسب وانما حتى الخمس الثابت في الكتاب وهذه عبارة جدا مهمة عزائي طبعا لا نوافق على هذا لماذا لانه نعتقد انه لم يلتفت هذا خلط بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بحكم ولا ايه ولكن اريد اقول ان فقيه كصاحب الجواهر وجد ان الادلة لها من الظهور كأنها كلها مرتبطة ماذا مرتبطة انقل لكم العبارة في الجواهر اعزائي في المجلد السازس عشر صفحة مئة وخمسة وخمسين هذه عبارته هناك يقول المسألة الرابعة ما يجب من الخمس باحد الاسباب السابقة الستة او السبعة المعروفة طبعا ليست سبعة هذه بانه اساسا المال المختلط بالحرام اساسا هذا ليس لا ارتباط له بالكمس وبحثه في محله قال يجب الصرفه اليه مع وجوده وحضوره عليه السلام كما هو ظاهر الاكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره بل ينبغي القطع به يعني الرجوع اليه في حضوره بالنسبة الى حصته يعني نصبه ماذا المعروف بسهم الامام والضرورة وجوب ايصال المال الى اهله اما حصة قبيله يعني يتام والمساكين وابناء السبيل اما حصة قبيله فالظاهر انها كذلك ايضا يعني ايضا لا بد ماذا لا بد من ارجاعها الى الامام خصوصا خمس الغنائم وفاقا لمن عرفته تحصيلا للفراغ اليقيني ولانه الواقع والمأثور التفت بل كان وكلاؤهم عليهم السلام على قبض الخمس في كثير من النواحي حتى في الغيبة الصغرى اولا ولظهور السياق اكثر الاخبار فيه من اضافته اليهم عليهم السلام ثانيا وتحليلهم عليهم السلام بعض الناس منه وغير ذلك مما يومئ الى ان ولاية التصرف والخمس والقسمة اليه وللامر بايصاله الى وكيله بل محل الشاهد بل لولا وحشة الانفراد هذه مشكلة الانفراد واقعا انه انه الانسان مباشرة يتهم يعني الف سنة فقهاء مفهم وبس انت فهمت يا عزائي هذه القضية تعالوا نحترم عقولا بل اذا قال قولا قائم على اسس علمية فلا بأس به ولكنه مثل صاحب الجواهرم ايضا يخشى ماذا يخشى الانفراد يقول بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامكن دعوى ظهور الاخبار في ان الخمسة جميعه للامام عليه السلام اذا قال لا مربوط به انما وضع له نعم تقول هذا قبيله في القرآن ماذا تفعل قال وان كان يجب عليه الانفاق منه على الاصناف الثلاثة الذين هم عياله وهذه هي النظرية الاخيرة الان على في بعض الكتابات المعاصرة الموجودة انه لا يقسم الى سهم امام وسهم ماذا هذا من شئه هذا الكلام لصاحب الجواهر نعم من مصارفه من ها السادة مو انه نصف السهم ماذا للسادة من مصارفه وهذا هو الذي الان اختاره جملة من العلم قال ولذا لو زاد كان له ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه وهذا يكسب على انه ليس له كشخص وانما له كماذا كمنصب فمن ملك او ملأ هذا المنصب في عصر الغيبة الكبرى ايضا الكلام طبعا هذا الكلام نحن لا نوافق عليه لاننا نعتقد ان فيه عدم وضوح في ان الخمس ليس من نوع واحد وانما الخمس على نوعين نوع ثابت بالكتاب نوع ثابت ونوع ماذا متغير السابت له احكامه والمتغير ماذا له احكامه